موسيقى مساء الخير عزيزي المشاهدين في كل مكان برحب بحضراتكم في حلقة خاصة نصدف فيها واحدا من أهم المفكرين المعاصرين في روسيا الرجل الذي يوصف بأنه قريب جدا بأفكاره بنظرياته من الرئيس الروسي بلاديمير بوتين ضيفنا البروفيسور أليكسندر دوغين الذي يعده من أبرز سقور القوميين الداعين إلى إعادة إحياء أمجاد روسيا أهمية هذا اللقاء أنه يأتي بينما الحرب الروسية الأوكرانية دخلت عامها الثاني وتحولت إلى صراع علني إلى صراع مفتوح بين الغرب وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية وموسكو التي تقول أنها اضطرت إلى هذه الحرب لحماية الأمن القومي الروسي المهدد من الآلة العسكرية لحلف النيتو الحلف الذي تقول موسكو أنه يقترب من الحدود الروسية شيئا فشيئا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي الصابق ما هي مآلات هذا الصراع؟ وهل يحقق بوتين ما أعلنه من أهداف يوم الرابع والعشرين من فبراير من العام الماضي؟ ذلك هو نحور هذا اللقاء مع البروفيسور أليكساندر دوجن أرحب بكم على شاشة قناة تين تي في في شهر مايو الماضي بعد ثلاثة أشهر تقريبا من بدء الحرب في أوكرانيا أجريت معكم حوارا تلفزيونيا في موسكو في ذلك الوقت كنتم تشعرون بتفاؤل كبير بخصوص تحقيق روسيا لنصر عسكري في هذه الحرب اليوم وبعد أكثر من عام على بدء هذا الصراع هل لازلتم على نفس القدر من التفاؤل؟ بكل صراحة النعم على الأفق الطويل؟ نعم أنا على ثقة من أن روسيا ستحقق النصر في هذه الحرب والسبب أنه لا مجالة أو إمكانية للهزيمة أو الإبقاء على الوضع الحالي في تلك الحرب ووضعها الحالي وكيف تتطور اتضح أن وجود روسيا وبقاؤها على المحك لقد تعرضنا لمواجهة مباشرة مع الحضارة الغربية كلها إنها الحضارة الغربية والدول التي تخضع لها والتي تقبل بدكتاتورية العالمة في تلك المواقف إما أن تدافع عن حقوقك في البقاء التاريخي أو تندثر وتختفي إلى الأبد هذا هو الجوهر القاسي للأمر وفي تلك الحالة قد تخسر كل شيء والأكثر من ذلك لم تعد تستطيع الآن وقف الحرب في الوقت الحالي أو أن تخسرها لأنها ستكون النهاية للجميع ليس فقط نهاية الأقليم التي ضمت من أرض أوكرانيا ولكنها ستكون النهاية التاريخية لبقاء روسيا وشعبها وهو ما يفهمه جيدا شعبنا وقياداتنا إنه على الرغم من ذلك أود أن أقول أن المنظور الحالي لتطور العملية العسكرية من وجهة نظري تغير بشكل كبير لقد كنت متشككا في بداية الأمر من مدى جاهزية اقتصادنا لتلك الحرب وحكومتنا ومؤسساتنا المالية وكنت على ثقة من أننا لن نستطيع أن نواجه هذه الأمر اقتصاديا لكن من ناحية الاستراتيجية العسكرية سنستطيع واطلح أن الأمر على العكس تماما لقد نجحت قوات العسكرية متواضعة جدا خلال هذا العام وأقولها حقيقة أن على النقيد كانت الأنظمة المالية والاقتصادية ناجحة للغاية فيما يتعلق بالضغط الخارجي ملفات العقوبات ومحاولات عزل روسيا لقد سمضنا وكنا أكثر قوة في النواحي التي تخيلنا أننا الأضعف منذ عام وأظهرنا ضعفا في النواحي التي تخيلنا أننا الأقوى فيها منذ عام وهذا فرض علينا إعادة النظر في علاقاتنا وتناولنا لهذه القضية لماذا الإنجازات العسكرية متواضعة بروفيسور دوغن من وجهة نظرك؟ في الحقيقة لا أستطيع أن أناقش السبب يمنع القانون الحديث وتوجيه النقد لقيادات العسكرية لذلك لن أتطرق للتفاصيل لكن بشكل عام أعتقد أن الاتجاه العام في المجتمع على مدى 23 عاما الماضية منذ حقبة حكم ييلسن لم يدر الحديث عن حرب وفي حكم بوتين 23 عاما لم نكن مستعدون للحرب فالحرب ليست فقط عملية فنية الحرب هي تعبئة كاملة للشعب بأكمله وأعداد الكوادر وانتقاء أفضل الكفاءات وتصور الجميع أننا لم نستعد للحرب ولم نستعد لها تدريجيا فأنت غير جاهز لها الآن فقط وعلى مدى هذا العام خطوة بخطوة أدركنا خطورة الأمر والوضع الذي نحن عليه الآن وقمنا بتعديل توجهاتنا وأولوياتنا ومجتمعنا وصناعاتنا وتوجهاتنا العسكرية لنصبح مستعدين للحرب أنا أعتقد أن المشكلة تكمن في أن قياداتنا العسكرية يعيشون في حالة سلام في عقلهم الباطن يتمركز السلام وليس الحرب لم تستطع القيادات العسكرية إطلاق فكرة الحرب داخل جيوشهم وفي أنفسهم لم تتحول الحالة داخلهم ولا في جاشهم إلى حالة الحرب ودرجة القتال التي تستطيع بها حماية الوطن في هذه اللحظة العصيبة حتى الإسم الذي أطلق على العملية عملية عسكرية خاصة هو خير دل على ذلك لم يدركوا أننا نتحدث عن حرب عالمية حقيقية عصيبة وما زلنا حتى الآن نطلق عليها عملية عسكرية إذا أطلقنا عليها عملية عسكرية فهي عملية فنية يجب أن تنتهي من أسبوع إلى أسبوعين على الأكثر لمدة شهر أما ما يحدث الآن فلا يمكن وصفه بأي شكل بعملية عسكرية خاصة إنها حرب وجود لروسيا حرب بقاء لروسيا وحضارتها عن أي عملية عسكرية نتحدث ووجود روسيا على المحك أعتقد أن أكبر إشكالية لدى القوات المسلحة أنهم لم يكنوا مستعدين للحرب لقد كانوا مستعدين لعملية عسكرية خاصة نعم إلا أنها كان يجب أن تكون سريعة وخاطفة وتنتهي بنجاح سياسي لكن الحرب لم يكنوا مستعدين لها يستعدون الآن للحرب مهما طال أمدها إذن هي حرب من وجهة نظركم وليست عملية عسكرية خاصة كما تعلموا في البداية كان يمنع في التلفاز ووسائل الإعلام استخدام كلمة حرب أما الآن تم الرفع هذا الحظر والآن يستخدم الناس تلك هذين المصطلحين كمراضفين أود أن أقول أنه يجب الآن أن نمنع استخدام مصطلح عملية عسكرية خاصة وأن نسمي الأشياء بمسمياتها فهي حرب حرب منذ يومها الأول نحن ندرك ذلك الآن أن نحجمها ونطاقها أصبح كبيراً ولم ندركه إلى الآن ماذا حققت روسيا بعد 13 شهراً من بدء هذه الحرب في البداية لقد قمنا بتحرير أربعة أقاليم فدرالية وانضمت أقاليم جديدة كخيرسون زبروشكا وجمهوريات دونيتسك واللوغانسك الشعبية إلى روسيا الاتحادية بعد إجراء استفتاء عام حافظنا على مواقعنا ونستمر في الهجوم بشكل بطيء على محور دونباس استطعنا أن نتعامل مع الوقوبات وما زلنا صامدين في ظروف الضغط الغربي الذي لم يسبق له مثيل على كافة المستويات لم نتعرض للعزل فمعنا الصين ومعنا شعوب أخرى في العالم خلافاً للشعوب الغربية ما زلنا موجودون وهذا انتصار كبير لنا على الرقم من أنه وفقاً لنظر الغرب كان ينبهي أن ننتهي قبل هذه اللحظة لم تحدث لدينا أي مظاهرات أو قلائق لم تحدث احتجاجات كبيرة ولا متوسطة ولا صغيرة في الداخل لم يستطع طبقة الأوليجارش أن تفعل شيئاً ضد بوتين وضد سلطته ولا أن تسبب هزة فيها أو تضعفها ما زال المجتمع متماسك ومتكاتف حول السلطة حول الانتصار في حقيقة الأمر إذا استطعنا القول فما حدث في هذا العام كان يجب أن يحدث منذ فترة كبيرة قبل أن تتخذ الدولة مصار الوطنية الحقيقية لقد رفضنا الهيمنة الأمريكية ورفضنا الحصار الغربي المفروض العالمياً علينا عدنا إلى قيامنا التقليدية الخاصة في هذا العام صدر قرار رقم 809 من الرئيس بوتين حول حماية القيام التقليدية وهو أمر هام وبالطبع نحن نتحدث هنا عن دولة أخرى اختلفت في الوضع الحالي لدولة جديدة تختلف عن ما كانت عليه في السابق حسناً هل أصبح الأمن القومي الروسي أقوى عما كان قبل بداية هذه الحرب لا أستطيع أن أقول ذلك بأنها قوت لقد قول أمن القومي الروسي هو في حالة حرجة منذ عام مضى وحتى هذه اللحظة إذا لم ننتهز تلك اللحظة كان ليبدأ النظام الأوكراني والنظام النازي لزيلينسكي الهجوم على القرم وعلى أراضي دومباس مبكراً وهو ما كان سيعرض أمننا للخطر وعلى هذا الأساس قمنا بالخطوة الأولى في تلك العملية ولا أظن أن الأمن الآن أصبح أكثر استقراراً فالحرب هي الحرب العدو يهاجمنا على أرضنا وكل يوم نتعرض لهجمات وقصف على أراضينا الحرب دائرة على أراضي الأقاليم الروسية الجديدة والهجمات الإرهابية تصل إلى عمق روسيا الجغرافي لا أستطيع القول أن الأمن القومي الروسي قوى لكن نستطيع أن نقول بالعكس أصبحت روسيا أكثر خطورة مما كانت عليه منذ عام مضى لكن من ناحية الأخرى لقد دخلنا في عملية معقدة عميقة وانخرطنا في معركة من أجل أن يصبح الأمن الروسي صلباً حديدياً في المستقبل لا يتأرجح بل راسخاً والأمن الذي كان يعتمد على النواية الطيبة للغرب منذ عام لم نكن ننتظر منهم أي شيء أو أي خير بل إن الوضع في الآن نستطيع أن نضمن الأمن إلى روسيا الوضع في أوكرانيا كان أكثر تعقيقاً مما تخيلنا لا أظن أن هناك تطور ماه في زيادة مستوى أمننا القومي هذا خطأ بل على العكس الآن هناك موقف صعب ومرحلة فارقة في تاريخنا إذا مر الربيع أو الصيف القادم دون حدوث حدث حاسم على الجبهة فسقوم العدو بتكديس القوات والأسلحة وسيقوم بهجمة مضادة ويجب أن نستعد لهذا الهجوم وأن نستكمل المعركة والحسن يجب أن يكون هذا العام في رأيي خلال الربيع أو الصيف من هذا العام عند ذلك سنقوي من أمننا القومي وقضايانا الرئيسية في الواقع هذا مهم إذن هل تعتقدون بإمكانية حدوث صدام عسكري مباشر بين روسيا وحلف النيتو؟ في الواقع هذا يجري الآن اخترى الغرب بنفس الدخول في تلك المواجهة معنا الغرب يورد الأسلحة الثقيلة والصواريخ بكميات كبيرة بكميات كبيرة لنظام النازي الأوكراني الذي يحاربنا الآن نحن نحارب الناتو ونحارب أليات الناتو ونحارب السلاح الذي تورده الناتو المدربون العسكريون وأجهزة الاستخبارات والأقمار الصناعية ووسائل الاستطلاع كلها تعمل في صالح أوكرانيا باسم الناتو نحن نحارب الناتو الآن ولا يصرح بذلك رسميا المرتزقة يزيد عددهم بشكل كبير عشرات ومئات الألاف من المرتزقة والمأجورين والعسكريون منطرفون يواجهون عددا كبيرا من المرتزقة والمأجورين من دول الناتو والأهم ليست ذلك فقط أنهم علاء في المدافع أو كما يقال وقود الحرب الأهم أن الناتو يوفر خدمات استخباراتية أساسية لأوكرانيا عبر طائرات درون ومسايرة دون طيار ويوجهون منصات تلك المسايرات دون طيار ويوجهون منصات الصواريخ الأوكرانية إلينا وهو أمر خطير أنهم يحاربوننا ويقتلوننا يقتلوننا الشعب الروسي الحرب الأوكرانية هي حرب الحرب التي نقوم بها ضد الناتو هي حرب غير معلنة كما أنها لم نعلن حربا على أوكرانيا طيب إلى أي مدى المجتمع الروسي مستعد لمواصلة واستمرار هذا الصراع؟ أظن أنه في مجتمعنا هناك شريحة ثابتة وفقا لنتائج استطلاعات الرأي منذ فترة قصيرة قمنا بعمل استطلاع رأي في سجراد أكدت نتائجه أن الاتجاه العام وأظن 70% من المجتمع تدعم الاستقلال الكامل للدولة وأيضا تدعم قرار بوتين ببدء العملية العسكرية وهنا تتغير النسب فيما يخص كيف تتوزع تلك النسبة 70% فالنسبة أكبر عند الجماهير العادية وأقل عند صفوة المجتمع فالنسبة الدائمة لدى الصفوة متغيرة بشكل كبير والنسبة الدائمة لبوتين تزيد في الأقاليم مقارنة بسكان المدن الكبيرة مثل موسكو وسانت بيترسبورغ أي أنه هناك تنوع في النتائج وفقا لطبقات المجتمع ووفقا للتوزيع الجغرافي للسكان والتنوع الاجتماعي هناك من يدعم وهناك من لا يدعم الآن في روسيا وأنا أجدم بذلك بل أيضا البيانات تؤكد ذلك أن الأغلبية العظمى وهي أكثر من 72% يدعمون ويساندون النصر معسكر النصر كما أطلق عليه وهذا بالمناسبة يؤثر بشكل كبير على قرارات سلطتنا فأمام هذا الإصرار من الصعب إيقاف الحرب دون تحقيق انتصار حاسم فهذا المعسكر مستعد لخوض الحرب حتى نهايتها فقد فقد ضحايا كثيرون وفقدوا أقربائهم ويجب أن يفهموا الهدف من بذلهم أرواح أقربائهم لقد بذلوا تلك الأرواح من أجل تحقيق النصر النصر هو الهدف الذي من أجله يبذل الناس أرواحهم أما مفاوضات السلام أو أي موآمات واتفاقات في منتصف الطريق للنصر لن ترضيهم غير أنه لدى الصفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي المدن الكبرى هناك شريحة كبيرة ضد شن العملية العسكرية الخاصة وهم مستعدون في أي وقت لدعم مفاوضات سلمية لإنهاء العملية بأي شروط لكي يعودوا إلى نمط حياتهم السابق هذا هو التنافر وهذا تنافر كبير روابوت هنا يعول على الأغلبية هنا لا نتكلم عن شعبين يجب أن نقول أن المعارضين للحرب لا يصرحون بتلك المعارضة علنة هم موجودون تبرز أراؤهم في استطلاعات الرأي لكنهم لا يظهرون معارضتهم للرئيس بشكل علني هل يمكن أن تقوم القيادة الروسية الحالية أو حتى أي قيادة في المستقبل بإعادة الأراضي وإعادة المناطق الأوكرانية التي تم ضمها إن كان ذلك سيحقق ربما حل هذا الصراع بطريقة سلمية؟ قطعا لا مهما كانت الظروف مستحيل قطعا هذا أمر غير وارد على الإطلاق القضية هنا متى ستتوقف روسيا هل ستتوقف بعد تحرير نوفا روسيا أي تحرير الكامل للأراضي الجديدة لثلاثة أقاليم أودسا وخاركف ونيكولايف أم ستتوقف عند كيف أو عند الحدود الغربية الأوكرانية السابقة هذه الاحتمالات التي تناقش حاليا أما فرضية أن روسيا عند ظروف ما سوف تتخلى عن الأقاليم الجديدة أمر غير والد إطلاقا وممكن حدوثه فقط عند تدمير روسيا كدولة كاستحالة أن تتخلى روسيا عن أقاليم تقليدية مثل بيلجورد ورستوف وسخالين هذا مستحيل في أي ظرف من أجل أن تستطيع أن تقطع من روسيا تلقي الأقاليم يجب أن تدمر دولتنا بأكملها إذن كيف تنظرون إلى أوكرانيا في الوقت الراهن كيف ترون مستقبلها كدولة مستقلة لها حدود معترف بها من جميع دول العالم أنا قتابع تشكيل كيف تتشكل الجماعات النازية الإرهابية فهي مشابهة لتنظيم الدولة الإسلامية إنها تشكيلات سريعة الزوال تحصل على دعم من الغرب تتأسس على عقيدة معادية للإنسانية وأيديولوجيات متطرفة ولا أرى أي مستقبل لأوكرانيا كان لدى أوكرانيا فرصة تاريخية للبقاء كدولة بعد انهيار التحاد السوفيتي حيث يعيش شعبين لهم هويتين لم تنتهز أوكرانيا تلك الفرصة وانحازت للغرب كما كانت عليه من قبل في الحقب التاريخية السابقة وعلى هذا الأساس لم يعد لأوكرانيا وجود في المستقبل بأي شكل كان حتى لو تم تقسيم أراضيها ستتشكل دول أخرى وتشكيلات أخرى ذات أسماء مختلفة السلافية الشرقية روس الغربية كما كان يطلق عليها في السابق أكثر من مرة في التاريخ ستنتهي أوكرانيا مستقبلا لقد كان لديها الفرصة للوجود والبقاء كان يمكنها أن تتوازن سياسيا بين روسيا والغرب بين الأقاريم الشرقية والغربية كل ذلك فشلت فيه أوكرانيا واتخذ قرارا بالانحياز للغرب ضد روسيا وتمنت أيديولوجيا نازية وكما تخطت أوكرانيا كافة الحدود وتلك السياسة الدولية التي تمنتها هي سياسة تدعم الاستراتيجية الإرهابية المسلحة وأصبحت كيانا إرهابيا غير قانونيا يجب بطره لن يكون الأوكرانيا مستقبلا ولا يجب أن يكون ولكن هل تفكرون في ثمن ذلك؟ نعم أنا أتفهم ذلك بأي ثمن حين نتحدث عن بقاء أو تدمير روسيا فلا تتحدث عن الثمن ما الذي دفعناه ثمن أثناء الحرب العالمية الثانية لكي نحافظ على استقلالنا دفعنا هذا الثمن واليوم ندفع الثمن لن يقل عن ما سبق بل ممكن أن يزيد لكن لا يوجد مخرج آخر لدينا ماذا ينقص روسيا لتحقيق هذا الهدف لتحقيق نصر عسكري في هذا الصراع؟ أظن أن روسيا حتى الآن لم تدرك طبيقة حضارتها أظن على مدى 70 عام هؤلاء السبعين بالمئة الذين يدعمون بشكل كامل توجهات الرئيس هو الشعب الحقيقي هو نواة الشعب الذي يعتبر نفسه حضارة فريدة ليست أوروبية أو شرقية حضارة روسية أو رسية فريدة دولاتنا والصفة السياسية يعتبرون أنفسهم جزءا من الحضارة الغربية الأوروبية هذا هو التناقض الذي يقود التعبئة العامة للمجتمع ويقود صحوة وتكاتف المجتمع وأرى أنه بدون حل هذا التناقض بين تميز الحضاري لمجتمعنا الروسي ومساعي الصفوة الحاكمة في معظمها لأن تكون جزءا من العالم الغربي لن نصل لحل سليم تستطيع الحل فقط عند الحديث عن حضارة خاصة الآن يتحدث عن ذلك معظم السياسيون خاصة الرئيس نفسه يتحدث عننا روسيا روسيا هي الحضارة يشير لذلك أيضا وزير الخارجية ويدعم هذا التوجه مجلس الأمن القومي الروسي أي أن الأجهزة الحاكمة للدولة اتخذت هذا الاتجاه لكن الصفوة السياسية لم تتخذ هذا الاتجاه والدولة لم تتبنى الصفوة تعمل على تخريب عملية تعبئة المجتمع وتحاول تأويل هذه المعركة على أنها عملية فنية أو تقنية ستنتهي قريبا بتوقيع اتفاقية سلام أما السلطة الحاكمة والرئيس والمقربون لهو الشعب مدركون أن الأمر مختلف هذه ليست عملية فنية بل هي معركة وجود ومعركة بقاء لروسيا كحضارة مستقلة ذات سيادة وليس فقط وجودها كدولة إنها حضارة لكي تنتصر في هذه المعركة الصعبة يجب القضاء على هذا التناقض يجب أن تحافظ حقا على هذه الحضارة الروسية الأوراسية وأن تفهم ذلك كل الشعوب الأخرى بروفيسور دوجن ليس سرا أن الغرب يسعى لفرض عزلة على روسيا على الساحة الدولية باعتقادك من هم أصدقاء روسيا الحقيقيون في الوقت الراهن؟ من الواضح أن الشريك الرئيسي لروسيا هي الصين الصين مثل روسيا تنادي دائما بعالم متعدد الأقطاب وليس أحادي الأقطاب الصين أيضا تحت الضغط الغربي الوضع قائم حتى الآن خاصة بعد وصول بايدن للحكم بعد ترامب وزاد الأمر سوءا الصين تدرك بالفعل أن روسيا اليوم في حرب ليست روسية ولكنها حرب صينية حيث أن روسيا تخض تلك الحرب الآن ويمكن للصين أن لا تحارب حتى الآن تلقت روسيا الضربة على نفسها من الغرب والصينيون يدركون ذلك جيدا الصين هي الحليف الأساسي في هذه الحالة الحليف الثاني الذي يتقارب بشكل سريع مع روسيا هو الهند الهند تعتبر نفسها اليوم حضارة مستقلة ذات سيادة وحكم ذاتي ولذلك تقوم الهند على الرغم من كونها جار إقليمي للصين بعدم دعم معظم العقوبات المفروضة على روسيا وهي مستمرة في التعاون في مجالات عديدة مثل مجال الطاقة وتعتبر أهم عنصر في تعدد الأقطاب في العالم العالم الإسلامي أيضا وأنا على يقين في ذلك المسلمون في العالم كله من إندونيسيا إلى المغرب وإلى دول المغرب العربي يدركون جيدا أن روسيا تخض حربا عربية وإسلامية لأن الغرب المعاصر هو عدو للإسلام والنظام القيم الغربي المعاصر لا يتماشى مع النمط الإسلامي التقليدي والمبادئ الإسلامية والقيم الإسلامية روسيا تحارب اليوم ضد العولمة ضد الهيمنة الليبرالية العالمية هي حرب إسلامية في نظر كل المسلمين من وجهة نظري لا يوجد شك في أن ما تفعله روسيا اليوم مع الغرب هو جهاد إنها معركة مع الدجال معركة مع الشر المطلق وبالطبع المجتمع الإسلامي على الرغم من ارتباطه بشكل أو بآخر بالغرب لكنه معنا لكنه لا يتكتف بشكل كامل في هذا الاتجاه في العالم الإسلامي ليس دولة واحدة مثل الصين والهند لكنه مجموعة كاملة من عدة الدول تنتهج مواقف مختلفة ودوا أن ألفت النظر إلى اللاعبين الأساسيين مثل المملكة العربية السعودية تتقارب بشكل سريم مع روسيا وتركيا لها موقف خاص على الرغم من كونها منضمة للناتو إيران تدعم بشكل كامل الموقف الروسي باكستان تسعى بشكل كبير للتقارب معنا أندونيسيا تتقارب معنا بشكل سريع لا أتحدث هنا عن قوى صغيرة مصر أيضا تبدي تفاهما إذا استطعنا القول للموقف الروسي تفاهم بشكل كبير وأيضا دول الخليج العربي قطر الإمارات العربية المتحدة دول المغرب العربي وغيرهم من الدول ولكن عفوا يعني بروفيسور دوغن ولكن هل تستطيع هذه الدول التي ذكرتموها بالوقوف في وجه الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية عليها اسمح لي أن أكمل أيضا أمريكا اللاتينية والدول الإفريقية معنا وهناك قائمة طويلة من الدول بإضافة لذلك إذا أضفنا لمن يدعم روسيا فهناك الشعوب الأوروبية التي تقف ضد السياسة الليبرالية والعولمة وأيضا الوطنيون الأمريكيون الذين يريدوا القبض عليه دعاة العولمة وهو دونالد ترامب في الواقع عالم كبير يدعم روسيا نك على حق هل تلك القوى كافية؟ في طبيعة الأمر الصفوة السياسية في تلك الدول أو معظمهم باستثناء الصين إيران وكوريا الشمالية وبعض الدول الأخرى تلك الصفوة السياسية في تلك الدول جزء من الشبكة الأوروبية هم موالون الغرب يمنعون وصول الصورة الصحيحة لوسائل الإعلام وقرارات السياسية والثقافية ويؤيدون ومولودنا للغرب وهم من يحاولون منع تكوين جبهة مضادة للليبرالية والعلماء ويعادون العالم متعدد الأقطاب هم من يهاجمون روسيا يوميا بكل الأشكال يروجون للنموذج الغربي ويمارسون دور الوكيل الأوروبي في دولهم أنا أقابل تلك العينة في كل مكان كنت أسافر إليه في العالم قبل أن تفرط عقوبات علي في دول إسلامية الصين الهند في كل مدينة صغيرة في أمريكا اللاتينية في البرازيل في العالم العربي في كل مكان هم ضمن الصفوة السياسية في تلك البلاد ويمثلون الهيمنة الليبرالية العالمية هذا ما يعقد الوضع الروسيا يمكن الآن أن تعتمد على نفسها فقط وليس على الآخرين لكن الحلفاء المحتملون لروسيا كثيرون وبذلك تصبح روسيا اليوم مرة أخرى زعيمة لثورة عالمية دولية ثورة ضد الغرب والهيمنة الغربية وضد الصفوة الليبرالية الغربية التي تمارس سياسة ضد القيم التقليدية وضد هوية المجتمعات الأخرى ليس فقط روسيا جمارياء كيتي بروفوسور دوجن بمناسبة الصين هل يمكن أن تقدم لكم الصين مساعدة عسكرية إذا ما ساءت أحوال الجيش الروسي في أوكرانيا؟ لست مختصا للإجابة عن هذا السؤال أعتقد أنه في جوهر الأمر من الناحية العسكرية إنها الصين ففي الفترة الأخيرة أثبتت أنها مرتبطة بتعاون عسكري قوي معنا أعتقد أن الدعم الاقتصادي والأهم السياسي والحضاري بالنحية الصين أكثر أهمية من الدعم العسكري لأن الصين بكل قدراتها المالية لها قدرات مالية اقتصادية كبيرة وقادرة على تقديم الدعم اللازم لروسيا فيما يتعلق بالدعم العسكري فأعتقد أننا قادرون على الاكتفاء بقواتنا الخاصة إذا حللنا تلك العقدة الرئيسية بين الشعب والدولة أي بين الصفوة والحضارة التي تشكلت وهذا كافي لكي تكون معداتنا العسكرية كافية لهذه الحرب الصين مهمة ليس كمورد للسلاح لكن كشريك رئيسي في عالم متعدد الأقطاب وفي المجال الدبلوماسي والسياسي وكحليف اقتصادي خارجي نستطيع الاعتماد عليه إذا اتحدت دولتين كبيرتين في أوراسيا لا نتحدث عن اتحاد عسكري فالأشكال الأكرى للاتحاد والتعاون أهم من أجل تحقيق النصر هل يمكن القول أن الصراع الروسي الغربي في أوكرانيا يبعد أو يؤخر تحقيق بناء عالم متعدد الأقطاب أم بالعكس؟ هذا سؤال صعب في واقع الأمر لقد نضج العالم متعدد الأقطاب حتى قبل بداية الصراع كان لدي ولدى المراقبين الآخرين انتباعا أن تعدد الأقطاب يمكن تحقيقه عن طريق السلام على سبيل المثال حينما تولت الإدارة الأمريكية دونالد ترامب كان لدينا دوافع عديدة لنوجز ذيما بذلك تفهمنا أن كل دولة ستدرك حدود مصالحها كل الدول والأقطاب الجديدة والأقطاب القديمة كلهم سوف يدركون ذلك لا أحد ينكر تقدم أمريكا وزعامتها لعالم متعدد الأقطاب هي زعيمة العالم ولا جدل لذلك لا ينكر أحد المساعة العالمية للصفة الليبرالية على الهيمنة على البشرية وهي يريدون تشكل العالم متعدد الأقطاب الذي تنفرد بزعامته أمريكا كأول الأقطاب كانت روسيا مستعدة لهذا العالم وأمريكا مستعدة لذلك والصين والبشرية كلها إلا أنه بعد ترامب وصل للسلطة الأمريكية والبيت الأبيض جماعة من المختلين لديهم نزعة إجرامية ذوي أيديولوجية متطرفة وسياسة غريبة غير إنسانية إنهم جماعة لديهم أفكار منحرفة ويمثلون أعداء للبشرية وبالطبع أسروا على الحفاظ على السيطرة ليس فقط في عالم أحادي القطب بل نشر العالم ونشرها في العالم بإمكانهم أن يضحوا بأمريكا نفسها من أجل تحقيق مخططهم المتطرف إنها عصبة من دعاية العولمة وصلت للسلطة في الولايات المتحدة الأمريكية وقرروا إلغاء فكرة العالم متعدد الأقطاب وأن يمنعوا تشكلها بأي شكل كان بأي ثمن وبدون أي سبب مفهوم وبالتالي بناء عالم متعدد الأقطاب يجب أن يتم في شكل ثروة ثورة سلمية نتمنى أن تحدث لكن حين وصل بايدن للبيت الأبيض وبدأت الحرب الأوكرانية بات جاليا أن العالم الآن إما أن ينهي بشكل كامل دعاة العولمة ويقتلع تلك العصبة من المختلين الذين يتحكمون في العالم أو تتدمر الإنسانية بالكامل الإنسانية الآن أمام مشكلة حرب عالمية على دعاة العولمة ليست موجهة فقط ضد الغرب ولكن موجهة ضد دعاة العولمة إن الحرب العالمية الآن على العولمة هي السبيل الوحيد لإقامة عالم متعدد الأقطاب كلنا نريد أن ننتقل لعالم نحلم به متعدد الأقطاب بسلاسة وشفافية والسلام عن طريق مؤامات واتفاقات لكن أحدية القطبة لن تستطيع البقاء خاصة في نظام الحكم الحالي في أمريكا ولن نستطيع الوصول إلى العالم متعدد الأقطاب دون صدام عالمي وعلى هذه حقيقة أن روسيا الآن قررت أن تلقي تحدياً على العالم وتؤسس هذا العالم متعدد الأقطاب اسمح لي بروفيسور دوغن سنأخذ فاصل قصير نعود بعده لمتابعة هذا الحوار مشاهدين فاصل قصير نعود إلى البروفيسور أليكساندر دوغن بعد قليل موسيقى مرحبا بحضرتكم من جديد في هذه الحلقة الخاصة والحوار الخاص الذي نجريه مع المفكر والفيلسوف الروسي البروفيسور أليكساندر دوغن مرحبا بكم من جديد بروفيسور دوغن دوغن لطالما أسمعكم ترددون مصطلح العالم الروسي ما الفرق بين العالم الروسي والعالم الغربي هذا سؤال هام وليس بسيطاً أيضاً في حقتة الأمر تشكلت الحضارة الروسية على أساس قيم ومبادئ تختلف عن القيم الحضارة الغربية فحتى الحضارة الغربية متنوعة بشكل كبير وتختلف أقطابها غير أن من وحد الجميع المسيحية الغربية وإمبراطورية كارل العظيم ثم بعد ذلك حقبة التنوير الأوروبي والنزعة الاستعمارية وظهور الغرب العالمي روسيا لم تكن يوماً ما جزءاً من هذه العملية هي كان لديها مسيحية مختلفة عن الغرب مسيحية شرقية أرثوذكسية روسيا لم تعترف أبداً بالإمبراطورية الغربية وكارل العظيم نحن أحفاد حضارة أخرى بيزنطية ذات سياسة وحدود واضحة أعتقد أنها الحضارة الوحيدة الشرعية في تلك الحقبة نحن نديني بالكثير الجنكيس خان والتقاليد السياسية للمغول التي قبلناها واستقبلناها بعد انهيار خانية القبيلة الذهبية لم تعتمد سياستنا أبداً على الاستعمار لم تكن لنا مستعمرات بحرية لم نسعى في تاريخنا لاضطهاد الشعوب الأصلية أو القضاء عليها بل انصهروا في المجتمع متعدد القوميات المترابطة في أوراسيا وبذلك على كافة الأصعادة كانت روسيا عالماً قائماً بذاته يعتمد على نفسه العالم الروسي أو كما يقال راشد يونيفرس العالم الروسي نعم بالعربية العالم الروسي العالم الروسي عالم أو ممكن كلمة أخرى دنيا أيضاً في بعض اللغات يقولون عليه الفضاء الروسي وقد زرعنا تلك القيم في كل الأجيال وهي قيم رائعة ميزتنا عن الغرب كامبراطورية وتقاليد وديانة وعرق لقد كان لدينا منظومة مختلفة للقيم وهوية مختلفة تتميز عن الحضارة الشرقية والعالم الإسلامي ونقول هنا عالم إسلامي حين أقول عالم إسلامي لا يعني مصر أو المملكة العربية السعودية أو أندونيسيا أو باكستانا أو إيران فالعالم الإسلامي أكثر تساعاً والعالم الروسي أوسع من فكرة روسيا والروس فالعالم الروسي يشمل شعوباً أخرى وثقافات أخرى وديانات أخرى بخلاف المسيحية الأرثودوكسية كلهم شكلوا أجزاء أهمة في العالم الروسي وكلهم بمجملهم يختلفون على الحضارات الأخرى وهذا هو جوهر بفوق الأوراسية الذي أدافع عنها على مدى عقود الأوراسية تعني أن روسيا هي حضارة منفردة تختلف عن العالم الغربي ولا تعد جزءاً منه تهيمن على العالم الغربي الفردية وفي روسيا الجماعية تهيمن على العالم الغربي المادية وروسيا الروحانيات الشعب الروسي متدين وعاطفي أما في الغرب فيؤمنون في الآلة والتطور التقني أما في روسيا فالكل يعول على الأخلاق والعواطف في الغرب هناك فكرة حول ضرورة وجود مجتمع متساوي يقوم على مبدأ المذهب الذري أما الروسيا فتتعامل مع الموطنة ودمج كافة الطوائف في المجتمع وهي قيم ممتازة روسيا هي إمبراطورية فريدة قائمة بذاتها هي دولة كعالم أقول دولة شرطة عالم هذا هو العالم الروسي الذي يجمع عليه كل من الرئيس والكنيسة والشعب والحديث لا يدور هنا عن دولة فالعالم الروسي أوسع من فكرة دولة فالعالم الروسي يمكن أن يتوسع ويضيق هذه الثواب التاريخية واليوم بعد صدور المرسوم الرئاسي التاريخي حول حماية القيم التقليدية من الرئيس بوتين رقم 809 فلدينا ما يطلق عليه كود قانوني للعالم الروسي هذا الكود حين نقارنه بالكود الغربية خاصة الكود المعاصر الليبرالي لعولمة سيكون مناقض له فهو مختلف عليه إطلاقاً أشارتم الآن إلى الرئيس بوتين أريد أن أسألكم هل تدعمون ترشح الرئيس بلاديمير بوتين في انتخابات الرئاسة المقبلة العام المقبل 2024؟ كما تعلم لا يتعلق الأمر بمطلقاً أنا أرى أن بوتين هو فقط من يستطيع أن يكون رئيساً لروسيا وهو زعيمنا ويرجع له الفضل في كل ما عليه روسيا الآن وما زالت عليه لم تكن لتظل حتى الآن روسيا هو من نقل روسيا من الانهيار من الحديد من القادرات من روسيا البائسة روسيا الجاثة على ركبتيها أيام يلسن وجعلها روسيا ذات السيادة المستقلة الحرة هذا ليس بفضلنا ولكن بفضله هو في المقام الأول لقد تصرف باسم الشعب والتاريخ وواجه صفوة الموالية للغرب فهو بطل شعبي يستحق عن جدار منصب الرئيس بل ويستحق أن يكون رئيساً مدى الحياة طالما لديه القوة الأكثر من ذلك القضية لا تنحصل في أننا جميعاً نريدها أن يكون الرئيس فنحن مستعدون للتصويت لصالحه بكلتا يدينا منذ زمن كبير لكن القضية أن يكون لديه القوة لكي يقود دولتنا وأتمنى له القوة والصحة فهو رئيسنا في هذه اللحظة التاريخية الصعبة نتمنى أن يكمل هذا الطريق للنهاية فلا يوجد سبيل للعودة للخلف ولا مجال لأن يحظى بتقاعد هادئ أو مغادرته للمنصب لا أحد يستطيع أو لا أحد يتوقع ذلك إما أن يظل على رأس الدولة أو أن يختفي وهذا أمر غير وارد لقد سجل التاريخ إجازاته بحروف مضيئة تلك الشكليات الديمقراطية ليس لها أي أهمية سوف يتقدم وسيطرح للانتخابات وبالطبع ليس هذا المهم هو رئيسنا الوجودي وليس رئيسنا بناء على إجراءات شكلية هل هو بلا أخطاء؟ لا 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 لم أقل ذلك لقد ارتكب أخطاء كثيرة وعديدة جوهر الأمر أننا حين ندعمه فنحن ندعم نموذجه ندعمه سياسته العامة هو يريد أن يدافع عن استقلالية وسيادة دولتنا خاصة في تلك اللحظة التي فقدناها سيادتنا تقريبا هل تتصور ذلك؟ كيف استطاع فعل ذلك؟ هناك خطوات كبيرة قاب بها أحيانا أنتقدها وأقول أنه يقوم بأخطاء كثيرة يفعل أفعالا لا يمكن لأحد أن يبررها لكن يجب علينا أن ندعمه لأن الاتجاه العام من سياسته يهدف لإنقاذ روسيا وهو شخص حسن النية مواطن روسي حقيقي والروسي الآن حالته معقدة على مدى مائة عام أو سبعين عاما من الحكم البلشفية ثم الحكم الليبرالي نحن وشعبنا الآن في حالة صعبة من ناحية الهوية هو لا يختلف عن أي أحد مننا لكنه يقوم بأخطاء كبيرة وكثيرة لكنه يقوم الآن بخطوة تاريخية صحيحة في الاتجاه الصحيح ونحن ندعمه لو جاءتكم الفرصة لتقديم نصيحة للرئيس بوتين بماذا ستنصحونه؟ في المقام الأول أنصحه أن يكمل ما بدأه للنهاية وهذا أمر صعب ويعني أن كل ما فعله حتى الآن حتى يومنا الحالي في 2023 قد يتحول في لحظة إلى أنقاض في لحظة روسيا الآن معلق مصيرها في شخص وشخصية واحدة وهو أساس مجتمعنا الكنسية التقليدي يتحكم فيه رأس الدولة بالطبع هناك أمور إيجابية وهناك أمور سلبية لذلك فالدولة كلها بكل سياساتها معلقة في مركز واحد بوتين شخصيا من وجهة نظري أن الصحة الرئيسية التي أستطيع أن أوجهها له هو الضرورة الفورية لتحويل هذه السياسة إلى نظام لمؤسسته حتى لا تكون متعلقة بشخص ما مهما كان من سيأتي بعضه يجب أن تستمر تلك السياسة لتحماية سيادة روسيا واستقلالها بوتين فعل كل شيء كي يستطيع بنفسه كفرد وشخصية إنقاذ الدولة لم يستطع تحويل هذه السياسة لنهك المؤسسي وهذا خطأ كبير لم يكن لديه الوقت ولم يكن لدينا الوقت لفعل ذلك إذا العادة أن يفعل ذلك الآن سيفسر ذلك بالضعف المضحك لقد ضحى بكل شيء من أجل إنقاذ روسيا لكن كل شيء الآن على كتفيه إذا أزلت هذا الأساس الدعم من وجهة نظري مع وجود تلك الصفوة التي لم تتغير ولن تتغير على المدى البعيد سينهار كل شيء في لحظة هو تاريخية الآن كل ما فعله الآن في تاريخ روسيا ما زال مدينة للشعب الروسي لكي يكمل الطريق هو مدين للشعب ليس لي وليس لأي أحد آخر هو مدين أيضا أمام الرب لكي يكمل هذا الطريق لقد بدأ الطريق لكن لم ينفذ أمرا واحدا لم ينقل سياسته للمؤسسة الدجمائية وهو أمر خطر نفكر الآن في منذ الذي سيأتي للسلطة بعد إذا كان هذا فله سياسة إذا كان آخر فله سياسة أخرى ثالثا فله سياسة مختلفة كان يجب على بوتن أن يؤسس ويجهز من سيأتي خلفه لكنه لم يفعل ذلك يجب أن ينقل أديولوجية المؤسسة لمؤسسته لقد أصبح بوتن وحيدا يجب أن يحول نفسه إلى أديولوجية من بوتن إلى البوتينية بروفيسور ردوجن هل نجحت الولايات المتحدة الأمريكية هل نجح الغرب اليوم في تصوير روسيا مثل ما صورها رونالد ريجن الرئيس الأمريكي الراحل إمبراطورية الشر هكذا أطلق عليها رونالد ريجن هل نجحت واشنطن وحلفائها في الغرب في تصوير روسيا الحالية روسيا المعاصرة كإمبراطورية الشر في العالم أعتقد أنه من ناحية الشكل النمطي نعم ظهرنا في العالم بهذا الشكل خاصة في وسائل الإعلام والثقافة والمواقع التواصل الاجتماعي والسياسي إنه عالم العلام اليوم تسيطر عليه الهيمنة الليبرالية الأمريكية يرى دائما ويصف روسيا اليوم كتجسيد للشر وتظهر هنا الروسوفوبيا ومنذ فترة كان هناك اجتماع لإحدى المجالس في موسكو الذي يكافح معادات روسية أو الروسوفوبيا وأشار وزير خارجية روسيا سيرجيل أفروف أن والحضرون في الاجتماع من أكثر من 104 من 41 دولة في العالم وصلوا إلى موسكو كانوا يكافحون ضد تلك الصورة النمطية لروسيا كإمبراطورية الشر لقد أصبحت صورة روسيا إمبراطورية الشر والروسوفوبيا أمرا طبيعيا في وسائل الإعلام في تلك الدول المسيطرة عليها عالم العولمة غير أن الحديث هنا يدور عن تلك الدول التي يدير الإعلام فيها ممثل إعلام الغرب وباقي العالم هذا النمط يختلف بشكل كبير في الصين على سبيل المثال في الصين لا ينعمون بشكل كامل روسيا لكنهم ينقلون كل ما يخص روسيا بشكل متوازن وموضوعي وهذا النمط حول إمبراطورية الشر لا يظهر في العالم العربي ولا العالم الإسلامي نعم عالم العولمة يحاول الترويج له في كل مكان لكن لا يلقى قبولا في العديد من الدول إذن المعركة على صورة روسيا النمطية كامبراطورية الشر أو على العكس الحامل للعالم متعدد الأقطاب يتحول إلى مشكلة داخلية لأن من يكرهون اليوم روسيا يكرهون شعوبهم ودولهم وثقافتهم وقيمهم الوطنية إن روسوفوبيا في جوهرها مشابهة للعربوفوبيا حتى في الصين على سبيل المثال من يعادون روسيا يعادون القيم التقليدية الصينية هناك توحد لكل القوى الليبرالية الذين يكرهون اليوم روسيا ويكرهون هم أيضا يكرهون ثقافة دولهم إنهم يلغون الثقافة الروسية ففي إيطاليا لهم مؤلفات داستايفسكي وأيضا مؤلفات دانيا أيضا إنهم دعاة العولمة يكرهون علنا ويكرهون ثقافتهم الوطنية في نفس الوقت دعاة العولمة هم أعداء إنسانية روسيا اليوم تقف في حرب باسم الإنسانية ضد اللا إنسانية التي يتبناها دعاة العولمة من الصفوة الليبرالية عندما تحدثنا عن هذا المصطلح إمبراطورية الشر منذ عدة أشهر رحل ميخايل غورباتشوف آخر زعيم للإتحاد السوفيتي السابق كيف تقيمون دوره في تاريخ بلادكم؟ أظن أنه أسوأ حاكم لم يكن في تاريخنا أسوأ منه لقد أوصل وطننا للحضيد الحضيد وهي أدنى نقطة في تاريخنا لم يكن في تاريخنا أسوأ حاكم مثل غورباتشوف يقارنونه بيلسن ويفضلون بينهم من الأسوأ لكنه مهما كان حكام روسيا فاشلين أو غيروا موفقين في الحقبة السوفيتية أو القيصرية لم يقم أي منهم بتدمير الدولة بشكل كامر مما يفقد إمكانياتها للوقوف مرة أخرى والنهضة مثل غورباتشوف أنا أظن أنه الشخص الوحيد الشخص الذي يولد شعورا لدى جميع السكان بلا استثناء بالكراهية والاحتقار والشمئزاز هو فقط هذا الشخص ميخايل غورباتشوف بغض النظر عما فعله للشعب الروسي والشعوب السوفيتية من إعطاء قدر وحيث كبير جدا من الحريات ومن حريات الرأي وحرية التعبير لا 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 كل هذا غير صحيح وكذب لم يكن هناك أبدا حرية الرأي لقد كان انتقال سلطة الدولة ذات السياسة النسبية للصفة الليبرالية ببساطة نقل السلطة لأياد خارجية إنها جريمة كل ما قيل على أنه حرية رأي أو تعبير كان يسيطر على هذا الليبراليين فقط تحولوا من الشيوعية الشمولية ونقلوا السلطة للليبراليين وحين حاولت القوى الوطنية القومية الدخول في تلك العملية واستخدام حرية الرأي تم تهميشهم وتفكيك كيانهم وإخراجهم من العملية السياسية والأيديولوجية بشكل كامل بمعنى كانت هيمنة بشكل ما وأصبحت هيمنة لبرالية أكثر سوءا لم يكن لدى جوربالشوف أي دوافع أو مبررات لما فعله هذه ليست حرية التعبير حرية الرأي والتعبير منحوها فقط لعملاء المخابرات الغربية إنها جريمة عالمية ضد روسيا وضد تاريخها لا يستطيعون تعويضها بأي شيء هناك دول استطاعت أن تدعم أجهزة الدولة وحافظت على هويتها العرقية كما فعلت كل دول تحت سوفيتي السابق فروسيا إبان حكم جوربالشوف ويلسن لم يستطعوا حتى تحقيق ذلك فحرية التعبير الروسي كانت محظورة في الشيوعية وكانت معرضة للضغط وظلت كذلك في حكم جوربالشوف ويلسن لقد كانت مؤامرة حقيقية لهدم الدولة لم يكن هناك أي حرية أنا رجل كبير في السن عصرت تلك الحقبة وأذكر أن جهاز رقابي سلم الرأي لجهاز رقاب آخر رقابة شيوعية سلمت الرقابة الليبرالية دون توقف الآن من الممكن الوصول لنتيجة أن حرية التعبير كانت أسوأ تبدل فقط الوضع وظهرت فقط حرية التعبير إبان حكم بوتين وأعطى المجال لظهور حرية التعبير وهذا واضح الآن في التحول الكبير في ظل العملية العسكرية الخاصة مفهوم سؤالي الأخير بروفيسور دوجين العام الماضي كان عاما صعبا جدا على روسيا على أوكرانيا على العالم بأجمعه وعليكم أنتم شخصيا كان صعبا للغاية لأنكم فقدتم ابنتكم داريا في حادث إرهابي تقبلوا عزائي الحار كيف أثرت هذه المأساة على دعنا نقول على نظرتكم إلى الصراع الروسي مع الغرب قاطعا لا لم يؤثر على وجهة نظري وتفكيري لكن تلك المأساة قتلتني إذا كنت حيا قبل المأساة فأنا الآن ميتا لا توجد كلمة في اللغة كما تعلم تستطيع أن تصف الشخص الذي فقد طفله الشخص الذي يفقد زوجته يكون أرملا من يفقد والديه فهو يتين لكن لا توجد كلمة تصف من يفقد طفله في اللغة لا يوجد في اللغة هذا المصطلح أو تلك الكلمة التي تستطيع أن تتحمل في معناها قدر هذا الألم كيف أتحمل ذلك؟ داشا أو داريا بنتي كانت نجمة ساطعة كانت فخرا لروسيا ورمزا لروسيا لقد تعرضت لضربة وصدمة كبيرة مثلي مثل كل الشعب والروح والدين والقيم إنها من وجهة نظري إنها ضربة قاسية من الصعب تحملها كيف أثر ذلك علي؟ لم يؤثر مطلقا علي لم تتغير نظرتي للغرب ولم أرى فيهم شيئا جديدا ما زالوا يقتلون الأطفال في فلسطين ويموت مئات الألاف من الأطفال جراء الثورات الملونة التي تتحمها أمريكا فكرة أن الغرب يقتل أعلمها جيدا لكن أن يقتلوا ابنتي أن يقتل الغرب ابنتي من أنا أيضا؟ أنا أيضا إنسان وأنا أيضا معرض لذلك وأنا إما أن أكون معهم أو ضدهم من في البشر اليوم يستطيع أن يتخيل أن هذا سؤال مطروح للنقاش؟ هل هناك مواطن في طرف داريا التي قتلت أو في طرف المرأة التي قتلتها؟ هل هناك من يفكر؟ هل تقتل داريا وتصبح متكاتفا مع الغرب؟ أو أن تتعاطف مع داريا وتصبح معنا؟ هذا ما يعاني منه الشعب الروسي لأكثر من ستة أشهر حين يقابلون الناس في الشارع يبكون كلهم كل مواطن روسي عدى هؤلاء القتلة يتعاطفون معي ومع المصابي ويدعمونني ويبكون في هذا الاجتماع الخاص بدعم روسيا بكى الجميع يجب أن يقرر كل شخص هل هو مع الضحية أو هو مع القاتل لا يهم اليوم من أنا المهم هنا هو الشعب الروسي إذا كنت في صف داريا دوغن فأنت إنسان محب لوطنك وإما أن تكون مع العميلة التي تنتمي لأحد أجهزة المخابرات الأمريكية أو البريطانية التي تقتل الأنفس البريئة بدم بارد وحينها ستكون مناصرا للبروباجندا الغربية لم يكن لداريا أي نشاط سياسي لكن روحها روح روسية نقية روح الشعب الروسي لقد قتلوا الروح إنه الشيطان الشيطان فقط من يقتل الروح لقد كان الجريمة على أساس ديني لرمز بريء لم يقترف أي ذنب أعزائي الحار مرة أخرى من بروفيسور دوغن على هذا الفقد الكبير الذي مررتم به شكرا جزيلا للمفكر والفيلسوف الروسي الكبير البروفيسور أليكساندر دوغن بهذا تنتهي هذه الحلقة من رأي عام كانت حلقة خاصة أجرينا فيها هذا الحوار الخاص مع المفكر والفيلسوف الروسي المعروف أليكساندر دوغن شكرا جزيلا على هذا الحوار بهذا تنتهي هذه الحلقة الخاصة من رأي عام نلقاكم في أحوارات مقبلة بإذن الله تصبعه لك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة